الخبر الأول لي عادة عن قمر مار واخر رجعت تتفاعل بالسوشيال ميديا يا حبايف في نزل شو التستوريات اليوم كانت يطالع بها كانت الدنيا تتمطر عدها فإن شاء الله ألف مبروك على عودة وأقبال رجوع حسابها يا حبايف بالإنستجرام يمكنها شوية مكتبة هذي الفترة في هذا المتقوش ده صور وجهها يعني أكون هناك شيء لهمو من عادها وإن شاء الله يرجع حساباتها الروح حاليا نور مار وإلا أنه راح يضم بنات جداد الفريق اللي هو فريق نور مار فباخر مقطع نزل إياه حبايف اللي هو كان عبارة عن مقلب شلح الحجاب نيرمين بمحمد بعد مقطع إياه حبايف هو صريع المخيل لأنه هناك بنيتين وحاليا متفقوا إياهم راح ينضمون للفريق بس مجرد أنه يرجع للسفر لأنه حاليا بالإمارات وقع على فكرة أن البلات كنت ستحبوهم راح تقوموا الإستوريات شوفوها طبعا يا جماعة ومشان فكرة أنه في بنات جداد بالفريق طبعا في بنات جداد بالفريق واخترناه من شيء 3 تشور لا الله أسأل الله بس أرجع من دبي راح أعطيكم كل الأحداث ورح تحبوه فأنت توقعون مثلا ياسو أو قمر أو حتى مثل بيسام بمناحلية عدة خلاف يمكن ويا وسام فيمكن تضم للفريق أو حتى يمكن يا رمار ما درس راح اكتبها لحبايف بالكومنتات من توقع راح ينضمون للفريق بالنسبة الوقت يا حبايف بنفس المقطع اللي هو كان المقلب نوع ما تشندي وضوحون أن نسبة خروج قمر مار من الفريق هو كان أنه هي خلعة حجابها في المقلب يا حبايف صار يقولون أن نيرمين إذا خلعت حجابها هي ما راح تطلع من الفريق من مصارب قمر مار يا حبايف بالسابق فأكتووا يا حبايف بالكومنتات شروعكم هذه التحريات وروح حاليا الويسام تكيت وياسو تنزل ويسام هذا الستوري إتشاندي يعلمي الخلال أنه راح ينزل مقطع وياسو راح يجاوبون به على السؤال إذا هم مرتبطين أو لا راح يزوكم طبعا المقطع يا حبايف باشر على الساعة الأربعة على قناة وسام ووضح لحكم المقطع كل شهر يريدون على الساعة فأيو فقد بكير أكلات أخذ شعراتي وما فيه من شكلة فقد بكير مثل ما يتل لهذاك الشخص وضليت كلمتي معك قلتلك إنه خلص تحت أمرك إذا لم يلحقنا السبت نعمل الأحد إن شاء الله في الحال الأحد بكرة بالفيديو بيكون عنكم هذا الفيديو كتير مهم وحكيت فيه كتير شغلات مش حكي يوتيوبرز لعنجد حكي يوتيوبرز هي خرج تدروج هيك إنه حكي يوتيوبرز شيلي مش حكي يوتيوبرز عنجد هذا الفيديو حكي له كتير شغلات نظامي حلوة وبتنهي هذا الجدل اللي عم بصير والحكي اللي كتير اللي عم بصير وكل أسئلتكم حكيت فيه وتجاوب عنها يعني أشوفكم بكرة وكمان بقلب الأسبوع في فيديو التاني الروح حاليا برهون معراوي نورمار وتصويرهم مقطعوية بعض فبرهون معراوي نزعي على حسابة بالإنستقرام استوريوية نورمار كانت يقولون تصويرهم مقطعوية بعض فهذا المقطع صار بأشياء غريبة ومقطع من وضح ناري ووزراحك مش متحمل سئلة رحطيكم الاستوريوية شفوها طيب يا باشا آآ خلصنا تصوير فيديو يوتيوب أنا ونور شو رأيه سفا بايبي سفا بايبي شو رأيه صورنا فيديو جد رهيب 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 طالما معنا شغلات كتيراوية لا تبقى فكتنا يا حباب بالكومنتاز قيمة حمسين لهذا المقطع وننتقل حاليا شيرينه بيوتيوب وانا انهاء الموعد اللي ستنزل بي اغنيتها جديدة فنزلت هادا السوري كنت تقول بي انه بما انه البرومو ما لاغنيتها الجديدة ووصل مليون تعليق يا حبايب فبدأ من اغنية رح تنزل بيوم عشرة بالشهر لح تنزلكم بيوم خمسة بالشهر والصالحة واضحة ان اغنية رح تكون كشة حماسية و رح تهزل السوشال ميديا كلها يعني اكون رحطوكم الاشتوريات يا حبايب شوفوها حبايب السوق متل موعدكم بيرحق انه ارجعلكم اليوم بموعد جديد للغنية فتنقشتوا عنارين اخدنا وعطينا لحد توصدنا للموعد الجديد واللي هو هيكون خمسة عشرة بدل عشرة عشرة شوفو ما عملتو لا تسعة ولا ثمانة ولا سبعة خمسة بالنص انا محبوه انتو هتحبوه في البتال منكم حذروا انو هنشره خمسة خمسة عشرة مبارك ليش فالمهم ان شاء الله حينزل خمسة عشرة بدل عشرة عشرة حاولت كثير اقدمه بس من كثير ما انا عمركز على شغلات صغيرة بالفيديو كليب بدي كثير مونونة فبديك ينزل يكون كل شي بيرفكت و انا احبه وانتو شايفين من التوتر وشانا سكرت ايدي وبالخطة محمد أبروبيا حبايب وصفره حاليا من الامارات ورجوعه لأردن فنزل شوية استواريات كان بها من داخل الطيارة من الاسف هو مصالح حالي ما يبرهوم ولكن هو نزل هذا الاستواريات نوعا ما كانت يبرر كانت يسئلون ليش انت مانتصور حاليا استواريات ويغيث مرون فيقول انه سفرته كانت الامارات عمود اهله يروح شوفهم وعمود يشوف اليوتيوبر هذا المخلل انه هو نوعا ما يصالح ويالكل راح تقوم الاستواريات شوفوها كون اكون صليح معكو يا جماع نزلتي هاي على الامارات كانت مركزة اكثر تجاه اهلي من اصحابي فكثير كثير ناس ما شوفتهم كفاية وفي كثير من اصحابي اصلا ما اقدر شوفهم بالمرة فيا رب ما يزعلون مني وعشان هيك كمان ما اصور كثير ستورية وبالختام قوم اختم يا حبايب بمبارحة تزلتكم مقطع كلش مهم اول ما يوصل مقطع مئة الف يحبب راح ازلوكم مقطع باتشر كلش ناري مقطع على قناة مملكة المشاهير باتشر راح ازلوكم كلش ناري كلش خرافي يا حبايب فأريد الكل يضخط على الرابط يشترك بالقناة وانتظر مقطع باتشر فجر زر لايك وباس جانكم في ازاي مقات ملكة القصاص مع السلامة